معانا الآن الزميل العزيز محمد الباز لتحليل أرقام للفرقتين النهارة نورنا محمد بسهل الخير يا كابتن أيمان بسهل الخير على الكباتن مليون مبروك وإن شاء الله نبارك لبعض تاني في الفاينال ده طبعا زي ما حضرتك قلت بالزبط يعني الفاينال رقم 17 للنادي الأهلي قبل المباراة دات أو قبل النسخة دات كان الفاينال يعني الأهلي وصل طبعا 16 مرة زي ما احنا عارفين 11 مرة بطل وخمس مرات وصيف حضرتك قلت يعني فيه أرقام قياسية كبيرة جدا النهاردة الأهلي بيحققها وبيضرب بيها أرقام كالعادة يعني يعني تساوي ما طبعا مع ريال مدريد خمس مرات فاينال بطولة قرية على التوالي عايز أقول لحضرتك مش بس رقم أو تساوي يعني مع ريال مدريد عالميا لكن الأهلي خمس مرات فاينال على التوالي ضرب رقم قياسي لنفسه كان بيتساوي مع مازينبي وفريق غانا اللي هو كونكاري الغانا ده كابتن لإن الفريتين دول وصلوا أربع مرات على التوالي قبل كده يعني المازينبي اللي إحنا خرجناه النهاردة وصل في الستينات أربع مرات وراء بعض فاينال وأيضا فريق غاني زي ما قلنا وصل أربع مرات فاينال وكان الأهلي وصل قبل كده أربع مرات فاينال على التوالي يعني نفتكر كانت بداية من طبعا يعني أنا أعتقد 2005-2006-2007-2008 5-6-7-8 مضبوط أربع مرات على التوالي النهاردة إحنا بقى وصلنا خمس مرات على التوالي فضربنا رقم قياسي داخل القارة بالنسبة للشامبينز ليج أفريقيا فهدي كلها أرقام قياسية 17 مرة فاينال احنا نتكلم في 17 مرة تاخد 11 مرة يعني تنسب الفوز بالبطولة 69% 70% من وصولك للفاينال ده بنادي للأهلي هو أكبر رقم أكبر نسبة مقاوية يعني حصلت في تاريخ الأندية يعني نتكلم بالأرقام أرقام تاريخية بالدهيل إن صاحب المركز الثاني هو مازينبي ونادي زمالك خدوة خمس مرات بس مضبوط يعني فيه فرق كبير فيه فجوة كبيرة جدا ولكن الأهلي في طريقه اللي عايز أتكلم ده أقام تاريخية تعالي نتكلم بقى على أرقام النسخة الحالية النسخة الأفريقية للشامبينز ليج لهذا العام الأهلي أقوى خط هجوم دلوقتي احنا كنا 9 أهداف النهاردة 3 أهداف وصلنا طبعا للهدف رقم 12 في البطولة أقوى خط هجوم حتى الآن أقوى خط دفاع استقبل هدف واحد منتكلم طبعا على يعني تقول إن إحنا وصلنا 18 هدف في البطول مش كده؟ في البطولة بشكل عام لإن فيه طبعا 7 أهداف مع سان جورج 4-0-3-0 في العودة فهنا نتكلم يعني بشكل عام من المجموعات وطبعا الأدوار الإقصائية متكلم فيه لـ 12 هدف ولكن لو هتكلم على هذا العام لا فعلا متكلم فيه 7 أهداف طبعا من ننسى همشي بلص الـ 12 هدف يعني وصلنا لـ 19 هدف هذا العام أقوى خط هجوم من ناحية بقى للدفاع استقبلنا طبعا في البطولة كلها حتى بمورتين سان جورج هدف واحد صحيح بلا خسارة حتى الآن فيه وعاد أقول لحضرتك إن الأهلي فاز في يعني في عام 2005 بالبطولة بلا هزيم ودي كده يعتبر إن شاء الله مع مباراة الترجي في الفاينل لو فوزنا وحفظنا على هذا الإنجاز حيكون دي تاني مرة للنادي الأهلي يفوز بلا هزيمة بالـ أفريكا عملها قبل كده على فكرة الترجي يعني المنافس بتاعنا في الفاينل الترجي بفاس بالبطولة دي ثلاث مرات بلا هزيمة صح ترجي أرقامه كبيرة برده آخره من 2019 ترجي أرقامه كويسة برده جدا يعني ثلاث مرات بلا هزيمة الترجي وده رقم كياس للنادي الترجع بالمناسبة فلازم ناخد بالنا نادي الأهلي إن شاء الله يحق هذا العام بلا هزيمة بطولة بلا هزيمة يعني زي 2005 فدي كلها أرقام بالتاريخ نتكلم يا كابتن أيمن من طبعا حتى مع مبارتين سان جورج والمجموعات والأدوار الإقصائية لابنتكلم طبعا يعني من دخلنا في يعني منتكلم احنا دلوقتي عشر مبارات واثنشر مبارات نتكلم في 11 مباراة كلين شيت 11 مباراة كلين شيت واستقبلنا هدف واحد ولا هزيمة لا أرقام من ناحية الدفاعية قوية جدا بتظهر خط أو يعني دفاع الأهلي قوي جدا كلمنا طبعا سبع مبارات لمصطفى شوبيز ما حضراتكم مع راتكم 27 يعني تصدي قبل هزيم مباراة والنهاردة عنده تصدي واحد زي ما شفنا يعني 28 تصدي لا أرقام كلها قياسية للنادي الأهلي بالمناسبة الأهلي في البطولة أربع قوار في العرضة يعني نتكلم كلها يعني أرقام كلها يعني بتشير أن الأهلي هو الأقوى في هذه النسخة الأفريقية قبل طبعا إن شاء الله المواجهة القادمة ممكن نستعرض مع بعض كابتن أيمن أرقام المباراة ونشوف الأهلي إزاي قدر النهاردة يحقق الفوز الكبير على فريق مازنبي 3-0 استحواز 57% مقابل 43% النهاردة كان بقى فيه أخطاء كتيرة فيه فاولات كتيرة شفناها في أرضية الملعب 20 خطة ضد الأهلي 14 ضد مازنبي 8 ركنيات ومقابل 6 ركنيات يعني عازل أقول حضرتك كان فيه ركنيات وحيدة لمازنبي في شرط الأولاني وجدت تقريبا في الديها 37 يعني كان بعيد خالص عن التقدم والوصول لمرمى النادي الأهلي سلل النهاردة يعني واحدة واقع فيها النادي الأهلي صفر لمازنبي نكمل الأرقام بقى ونشوف من ناحية طبعا التزديدات ومن ناحية التمريرات دخلنا بقى النهاردة 16 تزديدة منهم 10 أمطار على الثلاث خشبات وده ما يعتبر من أعلى الأرقام يعني في المباراة كلها أن أنت يتسدد 10 كرات أو 10 تزديدات على المرمى دفقة 63% المازنبي 11 تزديدة منهم 2 بس على الثلاث خشبات بدقة 18% هي الفرص الكبيرة المحققة هنا يعني لا مش الفرص بشكل عام لأن الفرص بشكل عام لا الأهلي النهاردة فيه يعني ما يكره من 8-9 فرص يعني حقيقة بس ولكن الفرص اللي هي كان 99% يتم ترجمتهم وضاعه كان فرصتين واضحين جدا وده بيترجم إن الـ XG عند النادي الأهلي النهاردة قد يصل لأربع أهداف وقد يعني أعتقد كمان خمسة بالنسبة لمازنبي قد يصل لهدف واحد بالنسبة للتمرارات الصحيحة النهاردة التمرارات النهاردة النادي الأهلي عمل تمرارات كويسة جدا مقارنة طبعا بالمباراة السابقة كان عدد تمرارات 180 لو تفتكر يا كابتن أيمن فكانت أقل رقم النهاردة لا عملنا شوية عملنا تمرارات كثيرة جدا واستحوذنا 484 تمريدة منهم 328 تمريدة صحيحة يعني دقة تصل لـ 79% الناحية التانية مازنبي 358 منهم 249 تمريدة صحيحة بدقة 70% التمرارات الطولية النهاردة يعني مازنبي اللعب التمرارات الطولية بشكل كثير جدا 70 تمريدة منهم 17 بشكل صحيح بدقة 24% ولكن النهاردة تمرارات طويلة عند النادي الأهلي كان بتشكل خطورة كبيرة جدا لأن زي ما كنا بنتكلم على طريقة لعب مازنبي كان عنده مشاكل كبيرة جدا في خط الضار وبيسيب مساحات كبيرة جدا وراء الأظهرة فكان النهاردة لعب كبير جدا تمرارات طولية 60 تمريدة منهم 24 بشكل صحيح بدقة 40% نكمل الأرقام النهاردة يعني من ناحية العرضيات الكروسات عملوا 10 كروسات فقط 6 بشكل صحيح 60% وكل الكروسات اللي شفناها كانت تقريبا شكلت خطورة عند مازنبي ودي نقطة قوة عندهم وكان هم يعتبروا أقوى فريق في الكروسات والعرضيات في هذه النسخة بالنسبة للنادي الأهلي 18 كروس النهاردة منهم 6 بشكل صحيح بدقة 33% دريب لينج النهاردة كان عايي جدا عند النادي الأهلي وشفنا معظم لعبتنا النهاردة بتحط كرة تحت رجليها وفي حالة الواحد على واحد يعني عبدالقادر شفناه في أكتر من مشهد معلول ومعظم لعبتنا حتى تاو 20 مرة 11 بشكل صحيح بدقة 55% النهارة التانية مازنبي 9 مرات 4 منهم صحيحة بدقة 44% تصديات حراس المرمى النهاردة تصدي واحد بس شالي وشوبير بالله هو بشكل صحيح أو يمثل خطورة وتم احتسابه أنه هو تصدي والده التصدي يعتبر طبعا رقم 28 في آخر 7 مباريات بكلينشيت لمصطفى 6 حارس مازنبي خسرت الكرة النهاردة وكسب الكرة النهاردة خسرنا الكرة النهاردة 56 مرة ولكن استعادنا الكرة النهاردة 133 مرة النادي مازنبي 38 خسرته كرة واستعاده كرة وكسبه كرة النهاردة 130 مرة لأتراضات وإبعاد الكرة احنا عملنا اعتراضات 4 بشكل صحيح وعملنا إبعاد الكرة 29 مرة يعني ده رقم شوية بيدلل إن احنا كان ممكن في حالة إبعاد الكرة كنا ممكن نبعدها بشكل يعني ما فيهوش الدقة أو يعني نحنا فعلا نستحوذ على الكرة ونكنترول الكرة من خط الخلف فكان معظم إبعاد الكرة النهاردة كان شكله كبير النهاردة لأهل 29 مرة مازنبي 12 مرة وعملوا اعتراضات 6 مرات وكان 6 مرات كان فيهم هجمات خطيرة جدا على مرمى مازنبي ده أرقام المباراة النهاردة من الحالة الفنية اللي بتعكس طبعا الشكل العام للحالات أو الشكل الفني زي ما حضراتكم وصفته بالزبط أحسن سكور النهاردة وأعلى سكور النهاردة كان علي معلول وأقرم توفيقه النهاردة هنتكلم طبعا على علي معلول 89 دي تمريرات الحاسمة النهاردة 2 أسست طبعا 2 أسست وعمل لمس الكرة 71 مرة وعمل تمريرات 36 مرة منهم 27 تمريرة صحيحة دكة 75% نكمل نشوف بقى النحية الهجومية طبعا واضحة 2 أسست ونتكلم بقى تمريرات المفتاحية أنا أعتقد نهاردة عمل 6 نكمل الأرقام 6 تمريرات مفتاحية النهاردة علي معلول ده رقم كبير جدا النحية الهجومية كان ظهر بشكل كويس جدا العرضيات عمل 12 كروس منهم 6 بشكل صحيح يعني نسبة 50% عمل صناعة الفرص الكبيرة زي ما قلنا 2 تدخلات الصناعية النهاردة 6 منهم 3 أو كسب منهم 3 للتحمات الهوائية كان 0 لأنه هو ما كانش بالتحم بشكل كبير من ناحية للتحمات الكرات العالية يعني دي أرقام عالي معلول بالزبط تشبه أرقام أكرم توفيق الفرق إن أكرم توفيق أحرز هدف النهاردة ولكن في التدخلات الصناعية كان أكرم هو الأفضل لأن شفنا دور كبير جدا عمل بلوك واستعاد الكرة في أكثر من حالة النهاردة شفناها أنقذ هدف كان نوت التحاول على خط المارد مزبوط فتساوى هما الاتنين في أعلى سكور في المباراة النهاردة أرقام كلها يعني تاريخية عايز أقول لحضرتك طبعا أخر أربع نسخ المجموعة الحالية يعني الشحات بنتكلم على تاو بنتكلم على أفشة كهرباء سولية محمد شناوي المجموعة دي كابتن يعني أربع يعني قلنا خمس مرات وراء بعض في في الأفريق فلازم برضو ندي اللعبة دي حقها عملت أرقام كبيرة جدا عارفين إن حسين الشحات هو هدف التاريخي للجيل الحال يعني وصل طبعا نتكلم في 18 هدف عايز أقول لحضرتك 11 هدف منهم في آخر أربع نسخ كهرباء أحرص ثمن أهداف تاو برضو أحرص ثمن أهداف بنتكلم على آخر أربع نسخ السابقة بنتكلم على أفشة ست أهداف اللعبة دي برضو كان لها مساهمات كبيرة جدا من ناحية تهدفية وأبرزهم طبعا حسين الشحات اللي يعتبر يعني الهداف التاريخي للجيل الحالي يعني أرقام كلها يعني قياسية أنا أعتقد مع الفاينال القادم أي واحد من اللعبة دوت هيسجل هدف هيزود الغلة ورصيده من الهداف التاريخية في الشامس لي أخيرا كان فيه فرص كبيرة جدا النهاردة وإحنا عارفين عندهم مشاكل فيه التمركزات أو الرقابة في الخط الضهر الصورة ده كابتن أيمن في بداية الشوت اتكررت أكتر من مرة في الشوت الأول واتكررت أكتر من مرة في الشوت التالي كنا بنتكلم مع حضرتك وحضراتكم الكابات ووصفوا الماتش الزهاب ومازينبي بشكل عام أنهو عندهم مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع خاصة خلف الأظهرة اللي بيزيدوا اللي هو الرجل طبعا باك دايما كنا بنستخلص كورة لو نفتكر مع بعض كابتن الماتش اللي فات أخت الفرصة دي كانت أكرم توفيق استخلص الكورة برضو في نص الملعب سوري كان كوكا وأخذ الكورة وكان نفس الشكل ده كوبي بيست من المبارات الزهاب كان ممكن تتلاعب بشكل أفضل للأسف إحنا الكورة دي ما تلعبتش بالدقة العالية وما كسبناش منها طبعا فرصة محققة ولكن بس عايزين نوري الصورة كانت في خلف الدفاع وخط الدفاع عند المزين بيعمل إزاي نفس الكلام هنا استخلص الكورة الكونتر بريسنج عند النادي الأهلي عالي جدا وبيشوفنا طريقة الضغط اللي عمله ولكن احنا بنمتاز فيها اهو استخلص الكورة استعادت الكورة ناحية تانية برضو ناحية الشمال كان فيه شوارع ناحية اليمين كان ممكن يبقى فيه زيادة أكتر من كده ونخلق زيادة عددية ونخلق فرصة محقرة أنا بس الفرصة دون استكفيت بيهم الحالتين دول ولكن يعني لو عدنا النهاردة فرص كده كتير جدا غير الفرص اللي كانت جوه الثامنتاشر ودايما أنا يعني بنضم الكابتن بلال في الحتة اللي هي بنتكلم فيها فنيا يعني لو نلعب في العمق والهاف سبيسيس أكتر هنخلق فرص أكبر مع زيادة العددية داخل الثامنتاشر عشان ده ماتش الترجم محتاج حاجة زي كده كابتن بلال أكثر من الاعتماد على الأطراف والفتح من أطراف الكروسات اللي هي كتيرة اللي بنشوفها بالأرقام ما بتحققش الفرص الناجحة اللي ترجمتها الأهداف يعني ده شكل عام المبرام اليوم مبروك إن شاء الله الفاينال طبعا العودة بتاعته في القاهرة يعني نخلص هناك في تونس ونحتفل بالفاينال البطولة الرقب رقم إن شاء الله 12 للنادي الآلي شكرا جزيز شكرا يا بازي شكرا جزيز شكرا جزيز شكرا جزيز شكرا جزيز طبعا زميل عزيز محمد البازي تكلم عن الأرقام النهاردة الأرقام كلها في صالح النادي الآلي ولو إن إحنا في بعض المباريات بنقول إيه الأرقام لا تعني مش لا تعني شيء ولكن مش هي الأهم ولكن الأهم المكسب إنما لما تكون أرقام ومكسب يبقى أكيد كان الأداء جيد نوعا ما مكسب كبير يمكن في بعض الفترات وده وضع طبيعي على فكرة بيبقى فيه تباين في الأداء أحيانا بتبقى حاسس إن الأداء بتاعك مش هو وبعدين بتعلى في مع رتم المباراة في هوقات معينة وبعدين الفرقة كبيرة زي ما قالو كباتنا تعرف تكسب حتى لو أنت مش في أفضل حالاتك ولو إن الأرقام في صالحك النهاردة ولكن حتى لو أنت مش في أفضل حالاتك بتعرف تكسب ودي سمة الفرقة الكبيرة اللي منها النادي الأهلي وشخصية المكسب وشخصية الفوز دي موجودة دايما عند لعبي النادي الأهلي وفيه كمان السر أو مفتاح مكسب النادي الأهلي في جميع البطولات وجميع المباراة وهو كمهور النادي الأهلي العظيم